اشتركوا في القناة رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تلينزي الوصول الثلاثة نليه لرساله يسهت القواعد الأربع قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركاً أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة شيخ الإسلام وأن يجعلك مباركاً أينما كنت وإذا أذنب استغفر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ونهاية ما ممتعت جيء أنوان يسعاد فراها يدنيا آخرا يقول الشيخ الفوزان حفظ الله هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي رسالة مستقلة ولكنها تبع مع ثلاثة الوصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم هذه قواعد الأربع أمبايو أميتونغ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لرسالة كي لكي يميشافشوا بموضي لكي يميشافشوا بموضي أميشافشوا 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 بموضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واجبويتو نكوماسيسي تنرجيا كتكاكويتو مسنجيه تنرجيا كني قرآني نحاديث نرجع أننا نرجع في تقعيدنا الى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليمن معهوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلي كوكوكا ميسنجه نساهي ناني كويني كسليميكا كويني كتكوليو كتكانا نكتاب جا الله نحديث زمتوم وعاك صلى الله عليه وسلم لا سيا ما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد أو التوحيد والشرك هسا هسا كتكما بهايا ما ويني مقوة توحيد نشرك والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سيرته اسبقوا من شكوا من سنجه كتكانا كتاب جا الله نسن زمتوم والله صلى الله عليه وسلم نسير نسيره ويني مقوة نسيره ويني مقوة نسيره ويني مقوة وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةَ أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ الله سبحانه وتعالى لِبِلَيْكَ كَتْكَ كِلَّ أُمَّا مْتُومِ نَقُوَانْبِيَ جَمَازَكِ أَنِعْبُدُ اللَّهُ مُبِكِشَيْنِ اللَّهُ نَجِيِبُشَيْنِ نَطَاغُوتِ وَيُوْ هِي تَوْحِيدِ الله سبحانه وتعالى أَمَلَيْتَ مِتُومِ كُوَاجِلِيَ يَيْتَوْحِيدِ أَمَتِرِمِشَ فِي تَوْحِيدِ كُوَاجِلِيَ يَيْتَوْحِيدِ بِيَا سَهُلَ عَلَيْكَ مَعَرِفَةُ الشِّرْكِ الَّذِي حَذَّرَ اللَّهُ مِنْهُ وَبَيَّنَ خَطَارَهُ وَضَارَهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَ Ukishajua misingi hii pia itakuwa niwepesi kwako kujua ushirikina Ukishajua tauhid na utajua ushirikina ambao Allah ame utahadharisha na akabainisha hatari zake na madhara yake duniani na akhir Hatari za ushirikina na madhara ya ushirikina Allah subhana wa taala ame tahadharisha katika qur'ani katika ayanyingi huwa tahadharisha watu namamu ya ushirikina inna allaha laa yaghfiru an yushirikabihi wa yaghfiru maduna thalika liman yashaa wa lakad auhiya ilayka wa ila alladhin min qablik lain ashrakta laa yahbata anna amaluka wa latakoonan minal khasirin yutihini tahadari Allah anatahadharisha jambo hili na ushirikina kuamba linaporomosha amali za mtu amali za mtu zinaporomosha kwa ushirikina wa dakika moja akifanya ushirikina wa dakika moja amali zote za miaka 60, 70, 80 zinaporomoka badala ya kuwa ni muislamu anakuwa ni mshirikina si muislamu madara nahatari ya ushirikina a'adhan Allah wa iyaikum min ashshirik khala shaykh wa hada amurun muhimun jidda hili ni jambu muhimu sanah wa hada amurun muhimun jidda wa huwa alzamo alayka mima arifati ahkamis salah wa zaka wa alibadat wa sairi l'umuri d'inia jambu hili ni lazima sana kwako kuliko kujua hukumu za sala na zaka na ibada nyingine wa sairi l'umuri d'inia na ni muhimu sana kuliko kujua mambo yote ya dini hili jambu la kujua tauhid na kujua ushirikina na kujiepusha na ushirikina jambu hili ni lazima sana kwako kuliko kujua hukumu za sala na zaka na ibada nyingine limadha lianna hatha huwa alamru alawali walasasas sabu hili di ujambu la kwanza na lam singi kujua tauhid na kujua ushirikina hili di ujambu la kwanza lam singi lianna salaata wa zakaata walhajja waghairaha minalibadat la tassihu iza lam tubna ala asli ala asli ala asli inyewe hov好像 walha au alawali ala asli ala asli مسingi wenyewe na akide wenyewe ni tawahid الخalisulillahi azzawajalla yenye kumtakasia Allah azzawajalla kumpekesha Allah teke yake kwa kumuabudu hili jambo njiyula manzo na njiyula msingi kulijua shika nasema hili lazima sana kuliko kujua hukumu za sala sabu ukijua sala na hujui tawahidi uneeza ukafanya ushirikina wawana wasali kumpe usali ni mshirikina kwa ukwanza ni kujua tawahid na kujua ushirikina hili kujiepusha na ushirikina paka ukijua zile ibadat unafanya ibadat ala ilmin na hali ya kuwa ni mwahi kuliko unajua hukumu za sala na zaka lakini hujui ushirikina uneeza ukaingia katika ushirikina yukulu shikhi al-fawzan wa qad qaddam rahimahullah lihazihi al-qawaidi al-arba bimukaddimatina azimah fiha addu'au li talabati al-ilm shikhi muhammad bin abdi l-wahaab rahimahullah ametangulizia misingihimi inne wa mukaddimah adhima utangulizi mkubwa ambao unakuwaombea wanafunzi watambih alama sayakuluhu na kuwazindusha haya ambayo atayasema hameomba dua kuwaombea wanafunzi na kuwazindusha kwa haya atakawiyasema haithu qal as'alu allaha al-azim rabbala arshil al-azim rabbala arshil kariim an yetawalaka fi addunya wal-akhira na kuwazindusha ma rabbala arshil al-azim rabbala arshil kariim an yetawalaka fi addunya wal-akhira wa an yajahalaka mubarakan aynama kunst wa an yajahalaka mimman iza uotiyya shakar wa iza abtuliya sabar wa iza adnabya istagfar fa inna hazihi al-thalafah hiya anwana sa'ada kwiya ame anza kitabu chakik wa muqaddimahu wa dhu'aa kuwa unbiya wa nafuzi yukulu shaykh al-fuzan hazihi muqaddimahun hazihi muqaddimahun hazihi muqaddimahun hazihi muqaddimahun hazihi muqaddimahun anetaka kwa hilo haq wa yuridu bithalika tajannub al-galali wa shirk na anetaka kwa hilo kujipushan ou potevun ou shirikina fa inna huu hariyun di an yetawalahu allahu fi الدunia wal-akhira huyuni hakika alakum nusuru hapa dunianina akhira wa inna huu la sabiil ila makari anta sile ilaihi la fi dini wa la fi dunia ala akim nusuru dunianina akhira huyu hakuna njiya yakufata jamun nalutukiza kumfikiya hakuna njiya ya mambo ya naumchukiza kumfikiya huyo si katika dini yake wala katika dunia yake hata fikio na jamununote ni nalutukiza ikiwa atapata nusra ya Allah azza wa jani kala ta'ala allahu waliyu lathina amanu yukurijuhu mina dhulumati ila nur Allah ni wali ni mpenzi wa wale wenye kuwamini anawatowa katika giza kuwapeleka katika muanga azza waladzina kafaru awliyauhmu taagut nawalilu kufuru wapinziwaun taagut faizu faizu ila nuri zalik 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 bi anna zalik 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 Kwa kukuingiza katika pepo yake hali ya kukaa milele humo. Hakuna kofu, hakuna maragi, hakuna uovu, hakuna uzee, hakuna mamwe nye kuchukiza huko peponi. Peponi, hakuna kofu, hakuna kwamba ukitembeo, gupa-ungupa laga, mkora atakuvamia, kupukonye simu, hakuna kitu ito, hakuna marathi, hakuna hata mafua kule, hakuna hata mafua, wala ashakaa, wala hakuna uovu, hakuna utuuzima, watuoti ni vijana. Hakuna utuuzima, wala vijana watuku, wala makari, wala hakuna vitu vya kumtu kizamtu kabisaa. Hathi hii wilayatu allahi li abdi ilmu'min fi idunia wal-akhira. Hii di wilayah. Upenzi na unusuru wa allah anavium nusuru mjawake mu'min hapa duniyanina ahira. Ja'alana allahu wa iyaikum mima yetawalahu allah fi idunia wal-akhira. Kala, Wa'an yaja'alaka mubarakan aynama kunta. Katika duya shaykhul islam, na akujaliye allah ni mwenye kubarikiwa popote ulipo. Iza aja'alaka allahu mubarakan aynama kunta, fa'ala huwa ghaayatu al-matalib. Allah kikujaliye ni mwenye kubarikiwa popote ulipo, hii ndiyo mwishu wa yanayotakiwa na kila mtu. Yajalu allahu albaraka tafi umrik. Allah subhanahu wa ta'ala hujaliye baraka katika umriwako, wa yajalu albaraka tafi rizkika, hujaliye baraka katika rizkiyako, wa yajalu albaraka tafi ilmik. na hujaliye baraka katika ilmuyako, wa yajalu albaraka tafi amalik. na hujaliye baraka katika ibadazako, wa yajalu albaraka tafi dhurriyatik. na hujaliye baraka katika watutuako, aynama kunta, tusahibu kalbaraka. Popote ulipo, tusahibu kalbaraka. Baraka zina kuwa na wewe, aynama atawajahata. pupote unapoelekea. Wa hatha khairun adhimun, wa fadlum mina Allahi subhanahu wa ta'ala. Shekha Muhammad ibn Abdil Wahab, rasaili zake nyingi, ananzianza kwa dua. Kama katika usulu, i'la marahimaka Allah. Katika usulu thalata, i'la marahimaka Allah. Ni uslubu mzuri sana, ambao, tunatakiwa tufuwate uslubu huu. Ashekhara be, hafidhu Allah, pia na uslubu huu, mara kwa mara, baraka Allah ufikum, ni uslubu mzuri ambao, tunatakiwa tufuwate. Wiyo hii ni dua adhimu. Kwamba wa aya jaalaka mubarakan, aina maakunta. Allah kujalie, ni mwenye kubarikiwa, pupote ulipo. Kisha kazi bainisha, i'zi baraka, Shekhu al-Fawzan, baraka katika umri wako, baraka katika rizki yako, baraka katika amalizako, baraka katika watoto wako, katika kila jambo, tusahi, aina maakunta, tussahibka albaraka. Aina maa tawajjahed? Kala, wa aya jaalaka, mimen idha uutiyya shakar. Na kujalie, Allah katika amabahu, akipewa hu shukuru. Wa aya jaalaka, mimen idha uutiyya shakar. Aku jalie, katika amabahu, akipewa hu shukuru. khilafal, ladhi idha uutiyya, kafara ni'ima, wabatira haa. kinyumbesha ule ambaye, akipewa, hukufuru ili ne'ima, na hujifanyi ya kibri ne'ima hiyo. Wa aya jaalaka mimen idha uutiyya, shakar, akujalie katika amabahu, wakipewa, wushukuru. muislamo natakiwa, akipewa kitu, ana Allah, ashukuru, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kiwe kingi, kiwe kidogo. khilafal, ladhi idha uutiyya, kafara ni'ima, wabatira haa. kinyumbesha ule ambaye, akipewa, hukufuru ili ne'ima, na hujifanyi ya kibri. kala fa inna kathira minan nasa, iza uutu ni'ima, kafaruha wa ankaruha, wa sarafuaha fi ghayri ta'ati Allahi azza wa jatuhu. Watuengi wa kipewa ni'ima, huzi kufuru, na huzi kanusha, bali, na huzi fanyi ya katika isiukua ta'ala ya Allah. Badala ya kunshukuru Allah, akafanya ta'a ya Allah yasrifu hazihi ni'ima, fi ghayri ta'ati Allahi azza wa jalla, fa sara't sababal li shakawatihim, alafi na kuwa, zina kuwa, ni sababu yawu huwao. Amma man yashkur, fa inna Allahi yaziduhu, amanim shukur Allah, Allahum zidishia ni'ima hizo, wa iftaadhana rabbukumu, la in shakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna athabi lashadi. Allahumulawenu, amekutangaziyeni, amekutangaziyeni kuamba, la in shakartum, la azidannakum, mki shukuru, nita kuzidishieni hizo ne'ima. Kwa shakartu ya kuzidishio ne'ima, ni kumshukuru Allah subhana wa ta'ala. Na kumshukuru Allah inakua kwa ulimi, na kwa viungo, na kwa moyo. Kumshukuru Allah ni kwa ulimi, na kwa viungo, na kwa moyo ni. Hii diyo shukuru. Si kumshukuru ni kusema, alhamdulillah, ipeke yake. Bale, alhamdulillah ni kwa ulimi, halafu kumshukuru kwa viungo, kufanya ibadazaki. Kumtii Allah subhana wa ta'ala, katika maamrisho yake, na kuwacha makatazo yake. Ni kumshukuru Allah kwa viungo. Na kumshukuru Allah kwa moyo, ni kukiri na kuitakidi kwa ba ne'ima zote zinatokana na Allah ye subhana wa ta'ala peke yake. Hii ni kumshukuru kwa moyo. Ni kukiri kwa ba ne'ima zote zinatokana Allah subhana wa ta'ala. Kila ne'ima, sikuwa ujanja wa mtu, sikuwa kusomathana mtu, sikuwa ilimu nyingi, bali ne'ima zote zinatokana awa subhana wa ta'ala. Wamabikum min ne'ima, fa min Allah, thumma idha amasa kumulurru, fa ilaihi tajarun. Hakuna ne'ima yote ispukua, mlionayo ispukwe na tukana awa. Kuyo mumin anatakiwa, akipewa ne'ima, aishukuru ne'ima ile, kuyishukuru kwa ulimi, na kwa viungo, na kwa moyo waki. wa sikuwa kusomathana wa ta'ala. fa shkurillaha azza wa jala. wa kitaka ziyadaya ni'ima, wa shukuru Allah azza wa jala. hapwata kusidishiya, ni ahadiya Allah subhanahu wa ta'ala, lain shakartum, laa zeedanakum. idhan fa iza aratta almazeeda minan ni'ima, fa shkurillaha azza wa jala. wa kitaka ziyadaya ni'ima, mshukuru Allah azza wa jala. wa iza aratta zawala ni'ima, fa kufur haa. wa kitaka kuonlusha izo ni'ima, zi kufuru izo ni'ima. na kufuru ni luddu, luddu shukri. ni kinumetakum shukuru Allah, diyu kufur. Mada yakul Allah subhanahu wa ta'ala? Wadharab Allah mthala, qariyata, kanat aminata, mutma'inata, yatiha rizquha min kul makan, fa kufarat bi an'um Allah, fa azaqaha Allah libaas aljoo'i wal khawfi bima kanu yasna'u. fa kufarat bi an'um Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, anapigi yamfanu midjihiyo, niji ili yukwana mani, ili yukwana, fi akul vina kudya katka midjihiyo, kila upani, yatiha rizquha min kul makan, fa kafarat bi an'um Allah. ika kufuru ni'um za'ala, wa twa kufuru ni'um za'ala, haakta bi an'um Allah. haakta bi an'um Allah. fa azaqaha Allah libaas aljoo'i wal khawfi bima kanu yasna'u. idhan, wa jala wa jala wa jala, yabtali ilibadah, yabtalihim bilmashayib, yabtalihim bilmashayib, yabtalihim bilmashayib, yabtalihim bil-aadah, min al-kufar, wal-munafiqin. Allah aza wa jala, huwapa mtihani watu, anawapa mtihani bilmashayib kwa mithiba, anawapa mtihani kwa mambu ya kuchukiza, anawapa mtihani kwa madui, ambao ni makafiri na wanafiq, fayahtajuna ila sabr, wanahitajia subra, wakipiwa mtihani hiyo, wanahitajia subra, wa adam il-yaasi, nakutokata tama, wa adam il-kunuti, min rahmatillah, nakutokata tama, na rehma ya Allah, wanahitajika, baada ya kupiwa mtihani, wanahitaji subra, wasubiri, nawasikate tama, na rehma ya Allah, wa yathbutuna ala dinihim, nawasubutu wa thibitikat kadiniyao, wala ya tazahzahuna, maa alfitan, wa sibaba iki fa mojana fitan, au yastaslimuna lilfitan, au kujisalimisha kwenyehizu fitna, bali yathbutuna ala dinihim, bali wantakiwa wa thibutu diya diniyao, wa yasbirun, nawasubiri, alama yukasuna, minal ataabi, fi sabili hii, wa yale ambayo ya nawakumba, katikatabu, katikanjia, ya hizo, ya diniyao, na hizo fitna. muislamu anatakiwa akipata mtihani wa wotu asubiri, mtihani wa shida, mtihani wa marathi, mtihani wa kila jambu anatakiwa asubiri, asibabaike wala asilalamike. bikhilaafi aladhi idha abtuliya, jaza, ki nyumecha uliya mbae, akipewa amtihani hulalamika, watasakhatanahu chukiya, waqanitonin rahmatillahi azza wa jalla, nahu katatamana rihma ya Allah azza wa jalla, fa hatha yuzadu btilaan ila btila, wa masaiba ila masaib, huyu huzudishiwa, mtihani kwenye mtihani, na misiba kwenye misiba, huyu ambaye, hana subra, analalamika na kubabaika. muumin anatakiwa akipata mtihani wa wotu asubiri, wabashiri sabirin, الذina idha asabatuhum musibah, qaluu inna lillah, wa inna ilayhi raji'un, ulaika alayhim salawatun, min rabbihim wa rahma, huyu, muumin akipata mtihani, wotu asa kiwa subiri, subra ima umbi wa sisi, wa islamu, ayanyingi katika qur'an, kama wa islamu ibn al-Qayyim, zaydi yamara thamanini, azamita janinu la sabir, jena kuatasriifatiza fi'il, fi'il mazim, mularih, amr, masdar, ismu al-fa'il, zotezi mekuda katika lafzila sabr, wala man sabara wa ghafara, inna thalika la min azmi l-umur, fasaburun jamil, wallahu al-musta'anu, ala ma atasifun, alfaz mukhtanifa, yaninu sabri, li mekuda katika qur'an, zaydi yamara thamanini, kuambia wa islamu, wa subiri, ya ayu al-ladhina amanu, subiru, amri, wa sabiru, wayo subra imeumbiwa sisi, na subra ni kila mtu, kila mtu watakia wa yunasubra, wanafunzi wa yunasubra, wanafunzi wa yunasubra, katika kuhifathi, katika mudhakara, katika muraja, kila mahali, wanafunzi ya nakia wa yunasubra, talabule ilmi, yahtaju ila sabr, muda tawila, muda brefu mtu watafita ilmu, miaka kumi, miaka ishirini, mtu watafita ilmu, awinasubra, kama mtu wana subra, hawezi kukasi kumbili hapa, hapa hapa, hapa hapa, spana saka ni nzuri hapa, ee, saka ni metu watai, zima mfene, zi nini, zona, lakini hivyo hivyo, kama hana subra, ziku mbili ya kai, kuyo talabule ilmi, yahtaju ila sabr, ya itaji subra, walilaha ilhamdu, ee, wanafunzi wa sasa hivi ni raha, ee, tunasoma katika, makapeti hapa, mafeni, hatuski, hata, ee, jyoto jyoto hapa, lakini, kai fassalaf, kai fassalaf kano, ya tulubuna la ilmu, hakatha, la, jyoto, jyoto la madina na makka, jyoto kali, na wana subra, wanafanya subra, huku wana taftaril, jihad, jihad, lakini titha hivi, mashallah, raha, raha, sakan kule, raha, mafeni, nupipu, napija, wawa, wana, unaituanini, istiyuko, baharini, wanafuzi, wana lakuwa raha, matakandini, he, huyu, subra ni lazima, subra ni lazima, katika kuhifazi, subra ni lazima, katika muraja, katika muda kara, Lazima subra Mwalimu pia lazima subra Kila mahali Mume awena subra kwa mke wake Mke awena subra kwa mume wake Kila kitu Kila mtu Wanawaki wachakio wena subra kwa ume zao Manaki kuna wame wengine siwo Kuna wame wengine siwo Wanawanyanyasa wanawaki Koi wanawaki wachakio wena subra Pia kwa ume zao Kama wanawumi wana futakio wena subra kwa kezao Kuyo kila mtu Kila mtu Anatakio wena subra Kila mwana adam Kala sallallahu ala sallam Inna allaha Itha ahabba kawman Ibtalahum Faman radhia falahu rila Waman sakhitafa Aleyhi suktu Alaki wapendawatu Huwa pamitihani Inna allaha Itha ahabba kawman Ibtalahum Allah Kila mwana watu Huwa pamitihani Faman radhia falahu rila Mwenye kuridhia Anarabiza Allah Waman sakhita Anamwenye kuchukia Fa alayhi suktu Nijuyake Machukivu ya Allah Wa aadhamun nasi balaan Alambia Na watu wakubwa kwa kwa mitihani Ni mitume Watu wakubwa kwa mitihani Mikubwa sana Ni ambia Mitume Thumma Alamthalu falamthal Kisha wanoofanana na hao Kisha wanoofanana na hao Mtu kila alivyona shida Hawezi ya kashida Shida ya liyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Mtu kila alivyopata mtihani Hawezi kumfikia mtihani Wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Wa hakada Wa abtulia Yakul Wa abtulia Assindiquun Wa mtuwa mitihani Watu wakweli Watu wanoosema kweli Wa abtulia Shuhadaa Wa mtuwa mitihani Mashahidi Wa abtulia Ibadu Allah Al-Mu'minun Lakin Hum Sabaru Wa mtuwa mitihani Wajawa Allah Wa umini Lakin walisubiri Wa imtume Wa lakad kuthibat rusulun min kablik Fasabaru ala ma kuthibu Wa uudhu hatta atahum nasruna Mtume wa Allah Wa likathibishwa Wa kauziwa Wa kasubiri Mtume wa kuthibu hatta atahum Wa wakweli Mtume wa maafik Fad qal Allah Fad qal Allah Fad qal Allah Wa min annaas Min yabudu Allah Ala hara Ala hara Ala 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 Qun kath kiwatu فإن أصابته خير نتمعن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هو فتخسار الدنياننا آخرة ذلك هو الخسران المبين هي ديو خسار إلي وعز فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذاك وسرورا ونصرا ليست دائما هكذا دنيا سي دائما كبا نستريه نراها نفيت فيلاذا نفراها ننسرا سي دائما ni hivyo hayo ni mambo ya peponia hayo ni mambo peponi kwa manifuraha chupu hakuna kukasirika kule hakuna hata mawazo hakuna نعم نفراها توا مفكرينين نراها نفراها تزا دائما سي دنيا سي هذيو نكينيوم cha peponi ليست دائما نعيما وترفا وملذاك وسرورا ونصرا دنيا مرا هزوني مرا مسيبة مرا متتيزو مرا مراذي ديو دنياي الله يداولها بين العباد الله سبحانه وتعالى أنا يبدلشف بين يواتل الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان ما صحابة موني بورا وأمة بعد يأنبياء بعد يمتوم متيهان من قابئم وبيتيا ما صحابة الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به مطو ايمakinishe nafsi yake أkipewa mtihani فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به مطو ايمakinishe nafsi yake وamba أkipewa mtihani mtihani huu سيوه نكم husuye peki yake فهذا sabaka liaulia ila umetangulia فليوطن العبد نفسه مطو ايمakinishe nafsi yake أصبيري أغطن العبد نفسه والعاقبت المتقين نموش مزوري نواني وويني تقوى قال وَإِذَا أَذْنَبَ استَغْفَرْ وَإِذَا أَذْنَبَ استَغْفَرْ أَذَا أَذْنَبَ لَا يَسْتَغْفِرْ وَإِذَا أَذْنَبَ أَذْنَبَ وَمَنْ يَغْفِرُ مَدَا أَذْنَبَ إِذَا أَذْنَبَ وَإِذَا أَذْنَبَ الله سبحانه وتعالى كوسيف ولمتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلموا ثم قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إنما التوبة على الله توبى هو الله نيوالي ونيكفاني مأوذ بجهالة يقول هنا الشيخ والجهالة ليس معناها عدم العلم جهالة سمانياك كتقوان علم لأن الجاهل لا يؤخذ سبمتم جينغ هاذ بيوي لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم لكن جهالة هابن كنمش حلم فكل من عسى الله فهو جاهل بمعنى ناقص العلم كنمش مؤسي الله نجاهل ومعنى من يكفن وحلم وناقص العقلية ننمش مؤسي الله وناقص الإنسانية ننمش مؤسي الله كنمش مؤسي الله وقد يكون عالما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يعني كلما أذنبوا استغفروا كلما أعنبوا فنمذانب هم مغفرة ثم يتوبون من قريب ما هناك أحد معصوم من الذنوب لكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة لكن الله فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة نجيو يعمتو أكفاني مذانب أفاني هاراة كتوبية لكن إذا لم يتوب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء لكن أكتوبية أسipو توبية نأسipو تكامغفرة هيني علامة يقوامب ويو نمت موف لكن متمومن أكفاني مذانب هاركا هاركا نتوبية دفن أفتكي وكيل مؤمن وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له ليس لك توبة كنتم من رحمة الله باءة أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة مبوهاي متاتو نجيو عنواني يفرها يدنياني ناخر نتو أكipewa أمشukuru الله أكipewa متهاني أكفاني مدامي هاركا هاركا كتكام سماء مع الله سبحانه وتعالى مبوهاي متاتو هي عنوان السعادة من وفق لها نال السعادة وفكيشو مع مبوهاي متاتو أتفتفرها ومن حرم منها أو بعضها فإنه شقي من يكن يمونا مع مبوهاي متاتو أو بعضهاك هو ينموف واضح هذا ثم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين جوا يقول الشيخ الفوزان حفظ الله اعلم ارشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله هذي دعاء يقول الشيخ الشيخ الإسلام رحمه الله وهاكذا يمبغي للمعلم أيادعو للمعلم هذي دعاء نفتاكي كان وماليم أمومب منافوز ماليم أمومب منافوز هذي دعاء دعاء أمومب للمعلم مهت نفتاكي نفتاكي هه يا حمار يا كلب هكونا نمنيو هوالي موظف لتنقطو لتنبقور حاوة 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 هكونا كان يبقى مفجو ولا نالي في مبوط هكونا نمنيو إذن وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم وطاعة الله معناها امتثال ووامره واجتناب ونوه أنافسidi pale إلم عرشدك الله لطاعته أنافسidi وطاعة الله معناها امتثال ووامره واجتناب ونوه فواتا مامرشو يكي utekeleza مامرشو يكي na kujipusha na makatazo يكي ويوجوا أن الحنيفية وطاعتنا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كشتك كفواحي وانبا افوات ديني إبراهيم حنيفا نهكوا إبراهيم كتك وشركين الحنيفية ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه السلام الحنيفية ما أناك لملة الحنيف نمن الحنيف الحنيف هو إبراهيم عليه السلام جي الحنيف والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه نيولمونيكم وإلك يا الله نمونيك كتاكسيك وعلا هو الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه هذا هو الحنيف المقبل على الله بقلبه وعماله ونياته ومقاصده كلها للا نمونيكم ولكيا الله كوا موهوake na vitendoviake na niya zake na makusudio yake yote أنا موهولكيا الله المعرض عما سواه مونيكم كتا viskivisivyo كوا الله والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم na allah mitu amrisha kufuatahi millan adiniya إبراهيم wa nini إبراهيم wa maitu alhanif saabu alikataa diniya wazewaki ha واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فضرني فإنه سيهدين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أسناما أتتخذ أسناما أسناما آله إذن إبراهيم الحنيف amekataa dini za wazewaki أقموالikia الله سبحانه وتعالى ومويوake na amalizake na niyayake إذن والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم allah mitu amrisha kufuata diniya إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من haraj ملة أبيكم إبراهيم وملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هذه الحنيفية نكم بكشة الله بكي ياكي كم وابدوا الله بكي ياكي حاليكم تكسعي هذه الحنيفية ما قال أن تعبد الله فقط بل قال مخلصا له الدين حاليكم تكسعي ديني يعني وتجتنب الشرك ناوجي فوشنا الشركينا لأن العبادة إذا خالتها الشرك باطلت سبو إبادة كتانكان الشركينا إبداهي وبتلك فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبار والأسغار إبادة ومريشوات اسفقوة ومبكسي الله حاليكم تكسعي ديني حونفا حاليكم ويلكي الله ناقو ويبكان ناقل كسي كو الله حونفا جمو حنيف وهو المخلص لله عز وجل نموينيكم تكسعي الله عز وجل إذا حونفا حاليكم تكسعي الله سبحانه وتعالى إبادهيزو وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق نيبادهي أظام وامريشا فيومي فيوت كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنث إلا ليعبدون سكو ومب مدين نوات اسفقوة ومعنى يعبدون يفردون بالعبادة ونبكيش وكني يعبدوا فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين حكم يقوم بفيوم بهاو ومبكيش الله عز وجل حالي يكم تكسي ييدين منهم منمتثلا ومنهم منلم يمتثل كنا كتكفيوم بهاو وليوفوات amri hiyo نكنا كتكفيوم بهاو عمبا وهاو وهاو وهافوات لكن الحكمة من خلق هم هي هذه لكن حكمة يقوم بهاو نهي حكمة يقوم بهاو نهي 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 حكمة يقوم بهاو فيومبي مدينة نهي ليعبدوهم سا سا اجرامت يكو عنقليات يوجد وفكريا منجين طيب إذن لأن لكن الحكمة من خلقهم هي هذه العبادة فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق لمن يكون خالف حكمة هي يقوم بذيوم ومخالف للأمر والشرع بها مخالف أمر نعم خالف شرية مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع تشاهد التقجي وانزي إن شاء الله وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فكلهم من ذريته تقجي وانزي أفريك جاء إن شاء الله الله على الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة